اشتركوا في القناة وصاحبهما في الدنيا معروفة إلا وإن جاهدك على فلا تطيعهما لكن حينما يكون في المعروف وفي الحياة فاللي يكون مرضي مع وليديه وفي حياته دائما الريضة بين عليه هذا رماء من اللي يموت الوالدين هذا يبدأ يجني الثمر هو يكون في الحياة مزيان ويمليمشي ووالدين يتخلص في آخر شهر ورمضان من يكن نصوم وفي آخر رمضان كان أخذوا الأجر الله تركه يعطي للصائمين أجرهم والوالدين من يكونوا في الحياة معاك انت مرضي موفق للخير ويمليك يموته يزيد الخير كتر والمسخوط دواء ويمليك يموته يبدأ يتخلص هو مفلس في الحياة ويمليك يطول الله لعمر قبل منه ويمليك يموته وعاد يجي خلاص دي المعقول وقع في مكان شيء موصب جيد شيء حتى تخلصك تجي ليه هو إذن وريض الوالدين شيء أهاجة كبيرة وقال ربك لا تعبدوا إلا أيه بالوالدين إحسانا إما يبلغ أن عندك الكبار أحدهما أوقلوا فلا تقول لهم أفن ولا تنهرهما وقل لهم قولا كريما ما قاش قول الليين لأن القول الليين يقال للصديق وهو التصويب الخطأ باللين أما الوالدين كان ما يلا خطأوه ما نقول شيء مخطأته كتحاول تخرجه من الموضوع بلا ما يفع إلا كان اباك ولمك يقولوا شيء حاجة غلط ما تقولش يا هاد شيء الوالد والوالدرمان زيانش لا قولي يا رسلم عليك فلان وكان وخرجه من الموضوع هذا هو القول الكريم باش ما تحسوش رقتي لي خطأتي حيث لأ اباك ولمك دي ما كيشوفك صغير مع أمارك يلا قتلي هاد شيء كيشوفك انتدي مارك صغير زي ما علش تقول لي فلكن قد تقول لي بموضع بصيغة راقية جدا بصيغة أنك تتكرم عليه هذا ما لو أقول لهما قولا كريمة والقول الكريم الكريم وإخراجه من الخطأ دون أن يدري أما القول الليني وقولي الصديق تصويب الخطأ الخوك لصاحبك قولي هاجيهك الوالدين لا كتحاول تخرجهم من الموضوع وبلما يعيقوا يفهموا أنك خرجهم من الموضوع واخفض لهم جناحة دولي من الرحمة من اللي يعيه وقل رب يرحمهما وهذه مهمة بزاة فهذا عنق الزجاجة من اللي الوالدين كيطولوا المرض في شي مكان وكيبدي يدير كل شي تحتهم تشح الموحد كيطول ببه المرض دي كيقول يا رب يتقبل وكيد عيلي بالموت يبغي تفك منه هنا كيقول له مسخوط واخي يكون مرضي ومسكين الله يتقبله حيث أرى طال مسكين بغينا غير يرتاح كيد عيلي سيد ربي قال لي نا بغي يفهمني واحد مسألة يعني انت من اللي كنت صغير يلا زد مزيد وكنت سانتين وأنت في حجره كنت تابوله في حجره ويتمنى حياتك فلما أصبح يتبوله في غير حجرك في فراشي تتمنى موته الدري صغير من اللي كيكون عند ابا هو صغير ووره كيقمش ويدير أي حاجة تحت منه وابا كيبوسه وتمنى الحياة دياله من اللي ولا البو شرف ولا مسكين كيدير كل شي تحت منه بعيد في الفراش كيقول الله بغيت فك من ابوه وخي يكون المرضي السيد ربي قال وقل رب يرحمهما من اللي كي يطول المرضي يا لهم كما رب يا ني صغيرة هادي المعادلة على الأقل حنا لنا كنا بدون ندعيه عليه بطريقة كلمته وحق يرادوا بيه باطل وعلى الله يختر لي فيه الخير وكيبقى الواليد كييقول له وامسكين أطال المرضي وعلى الله يكتبوا تصحابك يدعيه معك علي بش يموت وامضرع امسكين اوه الله يختار امسكين تعذب بغينا غير ارتاح الله يريحه اوه كل شيء اللي يدعي لي بالموت ها العقوق دياله بالصحة اعي يموت وبدأ يتخلص ذلك يدعي لابوه اذا هذي جهل كيقول هذي إنسان جهل دون أن يدرين هنا هنخصا تعبدوا الله نقربوا لسيد ربي بالعيل ماشي بالجهل اذا طاعت الوالدين من أوجب الواجبات لما جاء أرجو إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يسول الله أي الدنب أعظم قال الشرك بالله قلت ثم أي قال عقوق الوالدين مباشر ورا الشرك ثم قال السحر إذا نبدأ قال عقوق الوالدين من اللي كيوصل لعقوق هذا اللي ما نطفروش اللي مشا تشفته كعرف القديرها وشي مرة شي واحد كان كي يسول شي عالم كي يجوب الناس وكي يسولوا الناس اللي دير شي دنب أنا دير كيقول الله غفور راحيم وكاد ويسول واحد زي قابل بغي نسول كراها أنا دير واحد دنب وغي نشوفه عندي شي حاجة ولا لا قال لي هاجد قال لي وديه واحد دنب شوية واحد سي لبادها وبدك قال لي هاش دعا قول هاجدين حشم يقولها تعا قول لي هاجدين هاد دنب قال لي ها فيت مهرس الوالد فيت مهرسه من رجل وضربه بعصال الرقبة قال لي إتا غادي شعلو بك جهنم مشي غادي هذا غير من باب المزح ولكن عقوق الوالدين من أخطر الأمور إلا كان عقوق الأب يعتبر معصية وعقوق الأم شقاء اكثر منه اللي عقباه ومخاص مع أبه وما تلبه وهو معه في هاجد شي وقتل أم يقدر يمسح مع الوالدة يعني يرضيها وكذا ومشي ذاك شي الله تريد جاوز عليه ولكن إلا كانت أمه عقها ومكرفص عليها احتماتت هذا كنتم شقاء وخي بقى مع أبه مش هذك شي هزو مش هم مع الدم ويقول وإذاك في القرآن الكريم كي يأكد هاجد شي في زكريا قال في إحياء وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصية أمليج العيسل مع الأم قال وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقية إذن عدم طاعة الأب معصية لكن عدم طاعة الأم شقاء صعيب إلا ما تتهم هو دامعة هذا عدم يبدأ تخلص بالصحة إذن رضا الله فرضا الوالدين وطاعة الوالدين في طاعة الله يعني أعطيعهما في طاعة لأن الطاعة دي الوالدين ره هي طاعة الله حيث انتك ترضي الله إذن منك يقول الله ما كيفش ما أرضينا عليك يقول الله يرضي عليك إذن الريدارك يجي من عند الله شريطة أن تكون الطاعة في مرضة الله ما تكونش في شي حاجة أخرى ترجمة نانسي قنقر